الوردة يعني دي قصرت نفسيتك قد ايه فرقت معاك ببساطتك؟ اه طبعا فرقت معاك كير وبساطتنا طبعا وحزن ذرمنا من الدخل شكرا رب ناشا طب بالنسبة للوردة هل بالنسبة لحضرتك هو ده تعبير عن السلام عن الحب عن الامتنان؟ وعن الحب عن الامتنان وعن السلام برا بس هو عن الحب اكتر طيبا انا لقلت لحضرتك الوردة دي تهديها لحد هتهديها لمن؟ هديها الزوجتها ماذا معنى؟ هيا عزة امسال عن انتي بعد وردتي طيب ما يقليكم لبعض شكرا لحضرتك كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي بنيديك الوردة دي ايه عايزين نعرف ازاي الوردة دي قصرت معاك نفسيا انو خليتك مخصوطة ولا لا فرعت معاك يا دي ايه؟ نعم بسطان يعني فرعت معاك بشكل كبير؟ ايه اكيد يعني طب هل بالنسبة لك الوردة ده بيعبر عن ايه؟ يعني عن السلام عن الحب عن الامتنان؟ يعني عن السلام عن الحب والاهتمام يعني عن متى طيب انا لو قلتانك الوردة دي تضيها لحدة تحب تضيها لمين؟ مخطيب ماتح؟ 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 لها أحبها حسناً إن قلنا حدي أخر بعد خطيبك ماتح؟ 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 لا يوجد أن أتحدث من شبابينة في العالم أكيد جيدًا، ومن يجبك نفسك؟ ماتح؟ والخطيب بعد شبابينة يجبوني رب أنا أخليكم لبعض لا أخلي شكراً اسمك إيه؟ رحمة شعبان أذيك رحمة عملاة؟ إهلا الله قليسة احنا قررنا ان احنا من دور الليل ننزل نفرح ناس وقررنا ان احنا نديك الوردة عايزة عارف بقى قدي الوردة فرحتك عايزة عارف قدي الوردة فرحتك نعم هي فرحة كذوق منكم مثلا ان بدون اي اسباب بدون اي مقابل هديدون حاجة زي كده مثلا طيب انا عايزة عارف بالنسبة لك الوردة بتعبر عن اي يعني عن الحب عن السلام عن الامتنان اياب بتتجمع بها جميع انواع السعادة طيب انا لو قلتلك الوردة دي اديها لحد اتحبت اديها لمن خطيب طيب باش معنى عشان هو عشان لي اي ما جدد عندي فهو لي اعزم من الوردة فاقرب حد ممكن اهدهاله هو خطيب ولو حد تاني غير خطيب اختي طيب انا اخليكم من معا اسلامي طيب مين تفرحت او تبقي مستنى منه ان هو يجيبلك ورد لا مش عايدي بقى هي تيجي بالزوفة لك امش بقى مستنى من حد هي بتبقى حلوة لو مفاجأة كده لو صدفة شكرا لزوج جدا بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة لو في وردة تطط لحظتك تحبت اديها المين في واحد يحب اديها الامه اديها الوالده اديها البنته اديها الابنه اديها التيته لجده في واحد يحب اديها المدرس كان ليه تاريخ معا مشرف اثناء الدراسة واستاذ جميعي كان له تقدير واعزاز بالنسبة له في يوم الايام عمل معه واجب في واحد يحب اديها الشخصية وهمية في واحد يحب اديها لنفسه في واحد يحب اديها لعبر طريقه يمكن بيجد في حاجة هو حساسا من جواب نسميها الحتمية النفسية بتاعته اللي هي الساعة تترمونيز حاس ان الراجل ده يمثل ليه اهمية في واحد كان هو صغير شايف في حد مساء الاعلى ليه اتمنى يكون زيه اتمنى في يوم الايام يقلده لما كبره ليه نفسه وصل للمركز اللي هو كان نفسه يتمنى او نفسه يوصله بيقدم وردة للشخص اللي هو كان يحطه مساء الاعلى في يوم الايام اه في واحد بيديها اللي طبيب عايقه في يوم الايام في واحد يديها الانسان ساعده في يوم من الايام يعني تخيلوا احنا لو كل واحد فينا شكر واحد وقال له شكرا واعطاله الوردة دي يعني كل واحد فينا هيدة اكتر وهيعمل اكتر حتى لو كان التاني فهمها على سبيل الخطأ وشكره على سبيل الخطأ ده هيخليه راجع نفسه ويعمل افضل بعد كده فدائما خلوا شكر بالشكرانية لله سبحانه وتعالى تزيد النعم خلوها شكر لخل الله لانسان انت في يوم الايام حاس ان كان لي فضل عليك في شيء ما بنقدم له وردة انا احب اقد وردة لناس كتيره في حياتي ناس كنت احططها مسال اعلى لي ناس ساعدتني في دراساتي ناس ساعدتني في شغلي ناس وفت معايا فكل واحد فينا ليه السحق اكثر من وردة واكثر من ثاني السحق اكثر من وردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة